السلام عليكم اتمنى تكونوا كامل بخير اليوم ان شاء الله سنشارككم بوصفة الكوكا هذه الوصفة تلبطوها مني بزاف بزاف وسامحوني على التأخر هذا من كتب ربي باش نديرها لكم بصلاح احجبتها لكم بوصفة رائعة جدا مثل قوهاج انا والهي يعني وصفة هيلة جي كما كوكا المحلات او احسن وصفة اقتصادية بدون لوحون كنت لافقتها مع حساء الكابوية حساء سهل بنين والاهم انه صحي ويتمشى بزاف مع وصفة الكوكا اليوم كما نقول وطاولة بدون لوحوم بسيطة هيلة وبنينة ركزوا فقط في وصفة الكوكا لانه وصفة مهمة بزاف وعلى بلية راح اتعجبكم برب ان شاء الله وش نحتاجوا فيها عدنا ربع كيسان فيرينا الكاس المستعمل هو كاس 250 ملي لتر لنا عدته لكم يعني 600 قرام عندي مغرفة سكر مغرفة كبيرة طبعا مغرفة مشي مع مريحة الخميرة مغرفة صغيرة ملح نزيد لهم 5 مغرفة كبار تاع الزيت ونزيد لهم ملعقتين تاع الخل نخلط كلش مع بعض ونحاول اني نبسس الفيرينا بالزيت هذه الوصفة راح تكون عجينة مورقة بالصح من شي كما لا يسعرفها راح تكون مبتلة بزاف بما انه يعني فيها الخميرة راح نلمها بالماء الدافئ كيس وقفت كمية مقرات كبيرة اذا كانت عجينة معكم نطريم أتعذب كثيرا بعد طبعا يبسى نضيف زبدة ثوريق نحتاج 200 جرام نضيف زبدة ثوريق نضيف زبدة ثورية نضيف زبدة ثوريق نقطة طريقة لا تستعملوا الزبدة اشتركوا في التعليقات في وصفات العجين المورقة لانكم لا تقدروا الزبط العادية فيها كمية كبيرة على الماء متماسكة والعجين المورقة لا تصلح بها متوفرة في جميع المحلات تكون مستطيل نحلها على ربعة نحلها على ربعة نحلها على نصف حتى تكون زبدة في الوسط نحلها بالأطراف الأربعة نحط القطعة الزبدة في الوسط نسكر عليها نغلق العجينة مليح مليح كما راكم تشوفوا نذهب إلى أهم مرحلة بالنسبة لي اللي لازم تدو فيها شوية وقت بما أن العجينة مهما تكون متماسكة ما هيش رايحة تكون كمية زبدة كي جيوا تحلوا العجينة تزرب تحل معاكم تتفتح معاكم بسهولة والزبدة تقعد علي بها أبدأ أخطوا كما راكم تشوفوا فيها غرب شوية باش الزبدة تمشي معها العجينة في نفس الوقت لانه بزيف لقيت يقولوا لي كنروا العجينة المورقة لقوا حبيبات حبيبات لانه طبيعة الحال تكون هكذا تكسرت وممشيتش قطعة واحدة في العجينة في المرحلة اللولة بركت تدو شوية حكذا وقت ومبعدها خلاص القواب اللي زبدة توزعت معاكم بشكل عادي هاني ذوكا حليت على شكل مستطيل وماذا بي يتركزوا في الطريقة لانه راح ينبتلى على العجينة المورقة العادية هذي راح يمجيش مورقة بزيف وهذا هو السر الكوكا تح المحلات فاوش نقولي ونديرو المرحلة الاولى رايح اهنا نذكر على ثلاثة كما راكم نشوفو نطويو العجينة على ثلاثة بهذا الشكل كي تطويوها متنسوش انكم تقلبوها تولي كتاب مفتوح والزيت وتفتحوها في وصفة العجينة المورقة اللي كنت درسها لكم مره الاولى نطويو العجينة على ربعة وبالصح في هذه العجينة رايح نطويو ثلاثة ومبعد ثلاثة فقط هذا ما كان في الوصفة تالي العجينة المورقة العادية نديرو ربعة بعد ثلاثة وبعد ثلاثة بذلك العجينة هذي مسكونش مورقة بزيف بصح تكون خفيفة حتى كمية زبدالي فيها رايق من كمية زبدالي موجودة في العجينة المورقة هذي المرة الثانية اكون نشوفو كوندتها ايضا على الثلاثة ندور ونزيد نفسحها بطبيعة الحال هذي اسهل وابسط واني نركز على العجينة المورقة والكوكا لا تستخدمش بالعجينة المورقة العادية يعني كونت تسولو بلي كي توكلوها تجيكم خفيفة تقدروا توكلو قطعتين ثلاثة عادي بصح في الدار كنا خدموها بالعجينة المورقة تسورقنا بزيف الحشو حتى يولي مي بانش واني نوكلو في كلي هكذا كوروه مالح فخلاص بعد ما حلسها نطويبها على ثلاثة عادي والحجين المورقة لا تنسوش انه فيها الخميرة يعني كي نخليها رايحة تختامر لي شوية والطبقات هم طبقات قليل من الشي بالسيف وهذا هو السر صدقوني هذي على قد ما سوكلوا منها لا تشبعوش جي بنينة هيلة لانه فيها الخميرة اسمها تجي خفيفة لانه مورقة تجي ايضا مقرمشة وخلاص العجينة رايحة نخليها على جانب تخمر في الوقت لندير الحشو رايح ندير النوعية من الحشو بش نعطيكم فكرة هيلة بزيف ونعطيكم الفكرة للوصفة العادية سوف نديرها بالخضار فهنا جبتوش حبات البصل كنت قطعتهم مربعات وبدأت نقليه في البصل لازم حتني ذبلي مليح في هذه المرحلة رايح نضيت له الكرومب لابلي الكرومب بزيف منكم اللي يحبوه بالصح لي يعرف يطيبوه مكانش يعني حاجة ابن منه في الحشوات يمد واحد البنة ويمد واحد الحلاوة هكذا في الحشو هيلة بزيف لازم فقط تعارفوه طيبوه فكذا بلت البصل حطيت تقريبا حبات كرومب متوسطة كنت ايضا قطعتها ركيك مع حبتين الجسر هذو كمرا هم في ثلاثة تخليوهم على الجنب حتى يتكرم له لانه في ثلاثة فيهم السكر فتلقاوا بلي الكرومب هذا كاي من هكذا ذبل تلاقي حلاوتو ذوكالي نولي نحط الفلفل فلفل كانو عندي زوج حباس ايضا كنت يعني قطعت الفلفل الى مكعبات ونزيد نخلي هنا الفلفل يطيب انا راني نعطيكم المرحلة المختصرة على الوصفة بصحبين مرحلة ومرحلة راني كنت ندي وقت يعني مننا نجاذب الكرومب راهو داوقت بالزيف وبالنسبة لي هلك اهم مرحلة انو الكرومب والبصل يجب ان يتكرموا هذا هو السر البنة بعد ما يطيب شوية الفلفل حطيت الملح فلفل اسود والكسبر حاجة قليلة نضع طماطم كنت قطعتها الى مكعبات حطيت حبسين نحطها مع شوية ثوم ونخلي طماطم طيب نخليهم ايضا يزيدوا حتى انها قد ينشفوا شوية واخر حاجة نحط المعدنوس ونحط الزيتون بالنسبة للزيتون انا كنت قطعت وشوفوا فقط الخليط اللي تحصلت عليه كيفش الله يبارك راهو ذابل وما يبانش خلاص الكرومب راهو يبان بصل يعني تقدروا يديروها للأطصال نحط التنويع ونحط التغيير في الوصفات ونحط التنويع وهذا الحشو يوجد جدا بدون لحوم بصحة واحد اللي بنا فيه المهم انه يددي وقته ستحصلوا على هذا الحشو نذهب للحشو العادي بالطماطم والطماطم ونحط ملعقة طماطم مصبرة ونحط ملعقة ونقليها مليح مع الثوم ونحط حبتين طماطم اللي كنت رحيتها ببراميكسر لكي تكون ناعمة ونضح ونخليط طماطم ملح طماطم وطماطم 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 كما راكم تشوفوا ونطفي طبعا في هذا الوقت اللي كنت انا ولجت فيه الحشوتين هنوش هندير حنولي لعجينة بالنسبة لعجينة كما حين تشمو ريحة الخميرة تشوفوا بالنسبة لطبقات الخميرة اختمرت فهنا كنت قسمت العجينة لزوج بصح هنا نطيف بلاطو كبير يجب لي 1-12 حبة وصينية صغيرة يجب لي 1-8 حبة فنقسم العجينة اكثر من النص ونخدم بهذه القطعة السفلية نجيب القطعة الثانية التي كانت عندي نقسمها بنفس الشكل فنقسم الكبار ندير بهم الصينية الكبيرة والصغار من بعده ندير بهم الصينية الدائرية الصغيرة هذي الكمية اللي اعطيتها لكم نجيب لكم 20 حبة على الكوكا رايحة نحل العجينة تغيير لحسب البلاطو اللي عندي عذا شكل مستطيل ونجيب البلاطو ونحط فيه العجينة البلاطو بتاعكم متتدهنوه بويلة ولا العجينة الله يبارك فيها كمية مليحة على زبدة مستحيل انو تلصق معاكم حنجيب هنا فرشيطة ونثقب القطعة السفلية وبعدا نجيب الحشو هنا حنستعمل الحشو الأول اللي هو بل كرومب شوفوا الله يبارك شكلوا واللي عندها فيونداشي بلنا عندها يعني جيج مافروم تقديروا تحطوه الله غر واحد اللي بنا ما يتشبع ونحط ايضا شوية تاع الجبن ونزيد نجيب القطعة الثانية ونستكر الكوكا طبعا الفرن انا كنت شعلته على درجة حرارة تكون عالية حتى المئتين وعشرين تقريبا اني كل واحدة رهي تعرف الفرن تاحا بالنسبة للعجينة المورقة رهي تحب درجة حرارة عالية تحب يعني الطيب بصح لازم تحمروا الكوكا تاعكم مليح بالنسبة للعجينة السمك رهي يكون سمك رقيق لا تخافوش راهي فيها الخمياء راهي تزيد تطلع شوية راهي مورقة ايضا رايح تزيد تطلع شوية فما تخافوش منها رايح نحاول اني نسكل الطرف مليح بالنحية ايضا زوائد بعدها رايح نقسم العجينة كي تقسموها حبل انكم تقسمو غير من الفروق لا تمصلوش حتى الليل تحتها باش من بعدها ما يفسد لكمش بزيف الشكل كنت لكم هذا البلاطو اللي هو فيه ربعين على ثمانية وعشرين كنت قسمتو على اثناش نحبه و بعدها ندهنو بصفار البيض وتزيين خفيف لي بالزيتون وشبية مع تنوس هذا ما كان ونحطها بطيب قلت لكم حتى نسحمر اللي عندهم المروحة من المستحسن انو يشعلوا المروحة بعد تقريبا عشر دقايق من طيب تاع الكوكا هذا كوات السحمر في نفس الوقت أنا دايما نحب نحمر لحاجة نشعل فونتيلاتور ونحبش نشعل من الفوق لانو كنت شعلوا من الفوق راهو شوية يبسلكم المعجنات ونحن نبتعكم تزيين يبقى اختياري بسيط وسهل دقايق سنروح لكم للكوكا ثانية لقد قلت لكم يعني حبيت اني نديرها في مول في مول دائري بهذا الشكل هنحط سلسطماطم بلاويلو يعني كمال يتسبع بره وشني هذي بسف بنينة جهية حرة وهيلة ورايح ايضا نغطيها ونسكرها على الاطراف نقسمها على ثمان قطع ندير لها البيض ندير لها الزيتون وإلى الفرن تسكن معني الطريقة المفصلة بتحدي الوصفة مع انو على البالي يبلي فيديو اليوم راهو فيديو طويل بصح على الاقل يكون فيه جميع المعلومات اللي تحتاجوهم وصفة الكوكا من الوصفات المحبوبة اللي كامل نحبوها بصحة نشوف بلي الأغلبية مراهمش يتحصلوا على كوكا المحلات انا نكلوا في عجينة مورقة فقط بصحة يصدقوني الخفة من اللخميرة والطبقات قليل ومقرمشين كما قلت لكم يعني ما تقهمكم مش علاقة ما تكلوا منها لا تشبعوش حتى نروحوا للحساء الكابوية حاجة سهلة خفيفة ضريفة كما نطولوش فيه حطيت شوية عزيت حطيت هنا زوج حبة عبطاطا زوج حبة عبصل زوج حبة عزرودية وحبة عطم سنقليهم ومددلهم الكابوية كابوية كنت قدرت برد كبير كبير وقطعته كان بزاف لي ما يطيبوهاش في الدار فنصحكم انكم على الاقل نقلي الخضرة مليحة مع الكابوية فنقليه فنقليه وقوم بشكل يوضح ونضيف كرافص يصلح مع اليسوب ونضيف المعدنوس ثم نضيف الملح ونضيف الاسود ونضيف الزنجبيل وكوركم ونضيف الخضرة لكي نمرق الخضرات بما يكون سخون نحاول انكم تضغطيه ومليح ونجعل الحساء الطيب كيف نعرفه باللي طاب لازم نزره ديه تكون طابت لانه اكثر حاجة طوافة طيب اصلا يعني قطعتها صغير باش متعطلنيش اوكي طيب وشو نوالي ندير نوالي نرحي ببراميكسر واخر حاجة نزيد الجبن للقوام الكريمي وايضا يزيد يفتحنا في اللون يعطينا لون مشاهي رائع ويشاهي الاطفال حاسا ابنين وهيل شفتوا زوج حبيت زوج حبيت وانتم الله يبير قدرتوا كمية كبيرة على الحساء يعني تقعدوا وتنقصوا حبة حبة تكفيكم هذا كوالكوكاتي يعني كانت طابت دات لون ذهبي هيل طابت من تحتها ونركز انه الطيب من تحتها انه اهم حاجة عندي في العاجين المورقة يعني سواء وصفة الكوكا الكورني السيقا انهم يتحمروا مليح شوفوا الله يبارك في الطابت من تحتها سوف نقسم لكم حبة بشكل صح رحية مورقة و رحية خفيفة توريق بسيط خفيف غير مبالغ فيه غير مورقة شوف المنطقة قوة وستطيع اشتركوا كفاء في مدد الحدق ونشاء الله الوصفة تعجبكم وتجربواها وذلك خاطركم مائدة بسيطة بدون اي لوحوم وهيلا خفيفة بنينا بالخضار صحية فإن شاء الله الوصفاتي اليوم كامل يكونوا عجبوكم والفيديو يكون خفيف الضريف عليكم متنسوش ان شاركوني جميع تطبيقاتكم على وصفة الكوكا خاصة اللي كنتوا طلبتوها بزيف اي اسئلة متنسوش تخليوها لي في خانة تعليقات والاخير نقولكم تابعوني في الانستجرام تابعونا في مجموعة نعل فيسبوك لكم رحين تلقوا الرابط في صندوق الوصف وايضا الوصفة المكتوبة الى اللقاء